في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة لعام 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط من من أوفوا العطاء إضافة إلى قيادات وممثل قطاعات وزارة الداخلية تشكر السيد الرئيس والسيد وزير الدخلية على ثوم بوصل الشهداء ودايما ما بينسناش في كل المناسبات ما أحس إن أنا في وسط ولادي وإن أنا ما فقدتش ابني كلهم ولادي وكلهم بيسألوا علينا والوزارة ما يعني ما تسيبناش في أي مناسبة الصراحة بيفتكونا في كل المناسبات وليه شرف وفرحة كبيرة قوي إنه موجود في وسط ولاد بلدي المسؤولين عن حمايتنا ألف مغروق على العرص الجميل والاحتفالية الجميلة بعيد الشرطة وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطة زيما هم بيساعدونا وتعبنين معنا قدمت للحضور عروض متنوعة منها ميدان الجبال والفروسية وعروض الكلابة فضلا عن العروض الموسيقية موسيقى استفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة موسيقى نشكركم جدا على حسن الاستبال وعلى العرض الرائع للعمل حاجة مميزة جدا لأي حد وأي حد يتمنى أن يكون موجود السيارات الحديثة لقطاع الأحوال المدنية التي تعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة كانت حاضرة في المعرض بتجهيزاتها المتطورة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين حيث تدعم تلك السيارات خدمات الأحوال المدنية في أي مكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء براكز الإصلاح والتأهيل موسيقى أجواء احتفالية سادت المعرض حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأسنوا على جهودهم وتضحياتهم لحظ الأمن والاستقرار كما التقطوا الصور التذكارية معهم موسيقى وكلنا في الحالين احنا جينا أقامية التوتى ولعبنا وبطاطنا كلنا معنا اتصورت مع الزباط اتصورت معهم وركبت الموتسيكل وركبت العربيات وكنت أنا فرحان قوي يعني النهاردة مبزدين جدا كان يوم جميل قوي النهاردة كل سنة ونت طيبين كل سنة وهم طيبين وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا ويربي قويهم عن مجهود الكبير اللي هم بيعملوه حفلة نفسها مبهجة للناس وبتبين قد إيه الشرطة بتعمل مجهود عنده بتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع ويعكس عرض التكنولوجيا الأمنية مدى التطور المتواصل الذي تشهد قطاعات وزارة الداخلية لتلبية متطلبات العمل الأمني بما يواكب تطلعات وآمال المواطنين في وطن آمن وخدمة حضارية على عهد باقي على عهد باقي أشالك يا مصر وتحية مصر كل وقت وكل حين تحية مصر عقيدة بيها مؤمنين تحية مصر وكي على مر الزمان شعبك يعيش كريم ويحس التمان كل سنة وكل الشرطة طيبة كريم حلوة قوي قوي تحية مصر معرض عيد الشرطة يضم كافة التجهيزات والمعدات والمركبات التي تستخدمها وزارة الداخلية بأداء المهام الأمنية المتنوعة وهو يجسد معنى التطوير الذي تشهده الوزارة على طريق أداء المهام الأمنية باحترافية كاملة عبدالله بركات التلفزيون المصري